السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درجة جديدة من ميكانيك الكب شباب اليوم عندنا مفكوك ليجندر أو صيغة ريدبرغ أو صيغة ريدبرغ طبعا رح ناخذها البي للصفر البي للصفر وكذلك بي واحد بالنسبة للأكس وكذلك بي اثنين بالنسبة للأكس وكذلك بي اثنين بالنسبة للأكس طيب مفكوك ليجندر البي للأكس شوني ساوي لي ساوي لي واحد على ثنين أسأل ثنين أسأل على أل فكتريال على أل فكتريال دي بالنسبة للأل إلى دي أكس كذلك مرفوعة إلى أل أكس ناقص واحد هذا الكل مرفوع إلى أل كل مرفوع إلى أل وبالتالي لما ناخذها للصفر لما ناخذها للصفر شباب معناة الأل يساوي للصفر معناة الأل يساوي للصفر وبالتالي من أن أقول بي للصفر شي ساوي لي إذن يساوي لي واحد اثنين وسأل هذا صفر الأل راح يصير على صفر فكتريال هذا كذلك شنو كذلك دي بالنسبة للصفر لا دي أكس بالنسبة للصفر أكس ماينوس واحد والصفر وبالتالي شبابه هذا كله يساوي واحد هذا كله يساوي واحد مو يجين واحد مو يجين واحد يعني من ذول اللي يحب يفكر ويقول له هذا مفقوكه مفقوكه الصفر هو صفر وبالتالي هذا مالع نهاية لا مفقوك الصفر مفقوك الصفر يساوي لك واحد مفقوك الصفر يساوي لك واحد وإن شاء الله نثبتها بالمحاضرات القادمة وإن شاء الله نثبتها بالمحاضرات القادمة بقعدنا لمن الال يساوي واحد لمن الال يساوي واحد إذن أقول بي بالنسبة للواحد شنو يساوي لي يساوي لي واحد على العفو اثنين وس واحد على واحد فكتريال إذن دي واحد على دي اكس هذا شنو العفو هذا اكس تربيع ناقصها إذن اكس تربيع ناقصا واحد الكل مرفوع وس واحد حس حتى هذا اثنين وس واحد هو اثنين اثنين وس واحد هو اثنين وبالتالي نصف هذا قيمته نصف إذن هذا نصف هس هذا شنو تشتقل شباب مشتقد قوس مشتقد قوس رجاء مشتقد قوس إذن هذا الواحد ينزل في مشتقد داخل القوس طبعا من اطرح من الاس واحد شباب من اطرح من الاس واحد هذا يصير اس صفر فبالتالي هس تقولولي القوس وين راح القوس راح يصير اس صفر فقط اخو المشتقد داخل القوس اللي هو فيه اثنين اكس إذن هاي الاكس هاي الاثنين تختصر وي هاي وبالتالي يساوي لي فقط اكس فقط اكس التعب راح يصير بالطاليب والخربطة هو لما الال يساوي اثنين لما الال يساوي اثنين وبالتاليب بي بالنسبة للاثنين شنو تساوي لي تساوي لي واحد على اثنين اس ثنين على اثنين فكتريال دي سكوير على دي اكس سكوير وهذه اكس تربيع ناقصا واحد اس جد اس ثنين ناقصا واحد اس ثنين شباب الثنين اس ثنين هو اربعة الاثنين فكتريال هو اثنين للمنتري تفتحها هو 2 في 1 وبالتالي يساوي لك 1 على 8 1 على 8 هس هذا حتى تشتقى مشتقى أولى حتى تشتقى مشتقى أولى هس تطلع لدي إلى دي أكس خارج هس نبدأ نشتقى مشتقى أولى القوس ينزل يعني هالثنين تنزل هنا القوس كما هو اللي هو أكس تربيع ناقصا واحد في مشتقى داخل القوس اللي هي 2 X وبالتالي 1 على 8 D إلى D بالنسبة للأكس هس القوس أبدي أسوي شباب 2 في 2 4 هاي معناته 4X في X تربيع إذن 4X تكعي 4X تكعي ناقصا ناقصا 4X ناقصا 4X وبالتالي منصفات إنه لهذه هس الأربعة أقدر أطلحها عامل مشترك وأختصر هوي لثمانية شبقى لي يبقى لي فقط 1 على 2 D إلى D X هذا هذي تبقى من عندي X تكعيب X تكعيب ناقصا X ناقصا X وبدير بالك تطرح لأن هذا ما يصر لأن الأسس مختلفة الأسس مختلفة شباب من خاصية يعني من خواص عمليات يعني يعني من خواص عمليات المشتقة والتكامل إنه هي تتوزع على الجمع والطرح إنه هي تتوزع على الجمع والطرح وبالتالي نصف هس هذا مشتقة شنو 3X وهذا راح يبقى لي X تربية العفو هذا راح يبقى لي فقط 1 هذا راح يبقى لي فقط 1 وبالتالي بصورة أبسط معنات 3 على 2 X تربية ناقصا 1 X تربية ناقصا 1 أو هذا العفو هنا خطأنا هنا خطأنا ليش لأن النصف داخل على الكل فبالتالي يصير العفو يصير نصف 3 X تربية ناقصا 1 يتيب هذا صورة اللي هو يساوي P2 P2 شباب Homework Homework خلي ننطيكم هنا Homework أريد أن البرنوميال يعني مفقوق لجندر لما يكون 3 لما يكون 3 3 كذلك تطبق فقط يعني أنه L يصير 3 أنه L يصير 3 فبالتالي إذا طلعت لك هذه القيمة إذا طلعت لك هذه القيمة نصف نصف خمسة 5 X تكعيب ناقصا 3 X معناته حلك صح معناته حلك صح مفقوق لجندر يعني لما L يساوي لك 3 هذا المفروض تطلع لك هذه القيمة المفروض تطلع لك هذه القيمة ومعه ألف سلامة ويا ربي نشوفكم ألف خير ورح نكمل محاضراتنا إن شاء الله بالمحاضرات اللي تيجي إن شلون إجا هذا مفقوق لجندر يعني إن شاء الله لما ننحل معادلة الشرودينجر لذرة الهايدروجين رح نشوف شنو اللي صار ومعه ألف سلامة ويا ربي نشوفكم ألف خير باي باي